تشتهر محافظة المهرة اليمنية بمواقعها الاثرية والتاريخية التي تمتد عبر الاف السنين هذه المواقع تضم حصونا وقلاعا واثارا تروي قصص الحضارات القديمة التي تعقبت على هذه المحافظة مثل حضارة سبا وحمير ومن اهم هذه المعالم الاثرية والتاريخية متحف الغيظة الذي يضم مجموعة واسعة من الاثار والقطع الاثرية وحصن عمريت وقصر السلطان بالاضافة الى العشرات من القلاع والحصول التي تتوزع على امتداد المحافظة المترامية الاطراف المعالم الاثرية في هذه المحافظة كثيرة معك قصر السلطان عيسى بن عفرير في قشن وحصن بن مسمار في موضوع في قشن ومسجد الحسني في الغيظة وهناك معالم اثرية كثيرة جدا يجب علينا الاهتمام بها وترميمها هذه كمزار تحكي المعالم التاريخية والاثار الموجودة في محافظة المهرة اليمنية عن حضارة عريقة عاش فيها اسلافنا القدماء وتعكس اهمية المهرة الاستراتيجية والتاريخية فحينما تزور مدينة الغيظة ترى الحصن والقلاع التي كانت تمثل مركزا للتجارة العالمية ونقطة اتصال بين المهرة والحضارات القديمة كحصن بن غفيلة الذي كان مركزا لإصدار التأشيرات الى ديول الجوار وهذا الحصن الذي كان دارا للقضاء للسلطنة المهرية هذا الحصن كان وصفه من سوج عنده بن عفرير تأشيرات الى الكويت في عام 1925 يعني تأشيرة من هذا الحصن نسجت المواقع الاثرية والمعالم التاريخية في المهرة نسجا ثقافيا وتراثيا غنيا ففي احياء الغيظة تشاهد حصونا تاريخية واثرية لا تزال صامدة وشاهدة على حضارة عريقة وتشاهد ايضا اثر الكوارث الطبيعية التي طمصت العديد من هذه الحصون كان اخرها اعصار لبان اولا نشكر قناة اليمن اليوم على تواجدها في هذه الاماكن الاثرية ثم بخصوص هذا الحصن هو من الحصون القديمة في الغيظة جاءت في طاناته وتخرب من ذاك الوقت تخرب هذا الحصن وجاءت وتجي عام طهار وتجي هذا واخر شيء قضاء عليه عصار اللبان اللي جاء في 2018 عا تقدله مواقع اثرية وتاريخية تعكس تاريخ المنطقة وثقافتها الغيجة وهي جزء مهم من التراث اليمني الذي يتطلب ضرورة الحفاظ عليه وتطويره حتى تتمكن الاجيال القادمة من التعرف على تاريخ البلاد وحضارتها العريقة هكذا تحولت القصور التي كانت تحمل تاريخا عريقا بمحافظة المهرى الى اطلال بفعل عوامل الطبيعة التي دمرت الكثير منها بالاضافة الى اهمال الجهات المعنية عن ترميم ما تبقى منها لقناة اليمن اليوم فهد المجيدي محافظة المهرى